اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني اللاعب اللي هو الضعيف فنياً كان هو اللي بيبقى في جون صحيح الموضوع دلوقتي مختلف تماماً دلوقتي حرس المرمى اهم مركز موجود في الملعب حرس المرمى هو يعتبر نص الفريق او اكتر من نص الفريق كمان حرس المرمى دلوقتي اصبح لعب وحرس مرمى التحاول الابتناء بتحصل ليه عشان طرق اللاعبة نفسها اختلفت فبقى فيه تحميل على حرس المرمى او على الجون زي ما حاجة بتقول بقى يلعب؟ حرس المرمى دلوقتي بقى لاعب يعني ترق اللاعب الجديدة دلوقتي 4-3-3 4-3-3 تطبق عليها لازم حرس المرمى يبقى لاعب كويس لازم يلعف يلعب برجله يلعب بالهيدرز يطلع في كورتر عرضية يلعب فاولات لازم بالزبط أكله لاعب بالزبط زي ما يمكن حرس المرمى بيصد بس دلوقتي حرس المرمى لاعب ويصد بس يبقى إزم طرق اللاعب اللي اختلفت خلت فيه أهمية أكبر لحرس المرمى أننا دايما ييلع بعد امور اكورة مع أصحابي في الشارح هيبنه حريفة ولا لأ فبفهم ومش هيبننا عندي موهمة لحرس المرمى لا فهي أصلا هي موهبة ما удоб أو إصناعة والله فزي أحمد يعنى يحرس المرمى ممكن يبقى موهب ومتسمع يعني دور ممتاز دلوقتي جد لدينا حراس المرمى موهبين وأعندنا حراس المرمى وواسنوعين ما هتقول للاتنين ه 노 ك بي أس شا �arme لتهزVI عن النهوم هنقولهم يعني لو تحب حضرك ممكن نتكلم برضو في الموضوع يعني عنهم طبعا هنروح للأسامي بس أنا لسه خليني أمشي في الأول يعني أنا ابني عايز يلعب كورة فبيقولي أنا عايز أقف في جون يا بابا أعتقد بيبقى شايف نموذج قدامه مشهور للاعب كبير أكيد زي كابتن يا سواق فعايز بقى زيهم بييجي بقى لحضرتك بتعمل معا إيه هو أهم حاجة لو حابب أنا بقدر أشتغل معا هنا مثلا هو لو حابب ما عندهش مواهبة أقول له حرس المرمى بتتعامل إزاي وتقوقف إزاي تحت ترت خشبات وتتحرك إزاي وكل الكلام ده كله فبقدر أصنعه يعني بقدر أصنعه بس لازم يكون حابب لو ما كونش حابب لا طبعا مش قدر أصنعه لازم يبقى موهوب الحرس الموهوب جلل حرس المصنوع الحرس الموهوب بيكمل حرس المصنوع إلى حد ما ممكن يكمل وممكن ما يكملش ما اكتسبش الخبرة أو ما اكتسبش الموهبة مع الاستمرار اللعب لا صعب الموهبة دي ممكن حضرك منص الصغر بيبان يعني حرس المرمى ممكن بيجي لولد صغير أو مثلا بيجي مثلا معه كرة بيجي على الحيطة مثلا يروح شاية الكرة على الحيطة ومسلا يعمل عليها تراي يمين أو تراي شمال أو يمسكها أو كده بيبان من هنا لا هو من هنا بيبان أنه هو موهوب وحابب لكن حرس المرمى مصنوع إلى حد ما ما يعني الموهبة يعني الموهبة هنا كابتن اللي يعني يدعمها إيه الكوة الجسمانية أو الطول أو يعني الفرق الجسماني بيفرق؟ أجي لا طبعا الطول والتكوين الجسماني بيفرق فرق ببير جدا أكيد طبعا ما حرس المرمى لازق بيفرق يعني فيه اختلاف كبير جدا برضو في المراحل السنية الصغيرة حرس المرمى ممكن يبقى جسمه صغير لأ ممكن أشتغل معايا أنا حاول أن أنا يعني أكبر نموه شوية يعني إزاي ببعد نموه الجسماني نموه بتغزية في أسلو التمرينات أكيد طبعا فيه تدريبات للطول على فكرة تدريبات دي برضو نكحت بره يعني كان فيه حراس المرمى من في أوروبا نكحت معهم تدريبات التطول دي أهو حاجة تشغل على الموهبة أو على البراعم الصغير ده من سن كام؟ ده ممكن من سن ست سنين أو سبع سنين من ست سنين؟ أهو زي السباحة والزبط أهو بيجيب لولد هو اللازم يكون حابب أهم حاجة بيجيب ولد بعلمه أساسيات حرس المرمى بقول له يا حبيبي أنت دلوقتي أنت حابب حرس المرمى أول حاجة بقعد معي بتكلم معي حابب حرس المرمى فبيقول لي أهو فبقعد بقى أعلموا واحدة واحدة بقى أعلموا الأساسيات حرس المرمى إزاي يمسكوا الكورة إزاي يعمل تراي يمين تراي شمال تراي عائلة تراي يواطي كل الكلام ده كله للأسف في مصر عندنا إحنا من مرم بس اه طبعا إحنا لازم نعلم يعني أستاذ أحمد لازم مدرب لازم يعلم إحنا في مصر من مرم بممكن بيجيب الولد بحط الكورة وانشعر ما ليش محد يستمعني يعني هو المدرب لازم بقى متعلم ما هو لازم طبعا نكيد ما يبقاش بس مارس ما هو إحنا عنده صح كده أنا فاهم صح؟ اه يعني المدرب دلوقتي لازم يكون أن هو مارس وممكن ما يكونش مارس على فكرة يعني دلوقتي ممكن يكون مدرب على فكرة ممكن يكون مدرب حابب المهنة وحابب إن هو يشتغلها وبيكتهد وبيدور فيها وبياخد كورسات وبيتطلع في كل حاجة ممكن ينجح فيها يعني مدربين حرس المرمى دلوقتي اللي ما درسوش بينقصهم حاجة مهما كان مارس ما ينفعش بطل ودرب الموضوع ده صعب جدا الموضوع ده صعب جدا لازم مدرسة كده لازم مدرسة أهم حاجة بسبب قلة الدراسة بسبب المدربين خلينا نتكلم بصراحة أزاعة يعني المدربين دلوقتي مش مؤهلين كويس جدا مش بيطلعون لنا ناشئ أو برام كابتن محمد صلاح من اللعبة طبعا اللي محدش اختلف عنه من أفضل ثلاث لعبة في العالم ده نجاحه جيمين إيه جيمي التأسيس بتاعه من منظر براعم من هو في البراعم المدربين بتوعه كانوا مدربين فهمية عرفوا ازاي أسسوه عرفوا ازاي ان هو يعني التأسيس بتصلته هنا كابتن اي تأسيس الجثماني ولا الفني لا التأسيس الفني الفني أه ده أهم حاجة الفني يعني التغذية والجثماني والكلام ده كله لأ هيグ꾸ه بعد كده ده يعني ده أمره سهل لحد الماء ده أمره سهل لكن الفني ده أهم حاجة ان محمد صلاح هو صغير كان بيعلموه ازاي ان هو يتحرك ازاي في الملعب وازاي يروح له كرة محمد صلاح يمكن فيه نجوم كتير احرف منه طبعا لكن محمد صلاح نجاحه جاي من هو متأسى الصحة منظومة كاملة طبعا طب كابتن أممكن أشوف محمد صلاح في نجوميته وعالميته وحب الناس لي وموهبته في حراسة مرمى أكيد طبعا احنا عندنا على فكرة بنحتاج لها ايه عشان نعمل منتج زي محمد صلاح بس في حراسة المرمى ان هو زي بقول حضرتك المدرب لازم يكون مؤهل ويكون عنده دراية بكل شيء عن حراسة مرمى لازم يعرف ان هو يمر مراحل حراسة مرمى للأسف دلوقتي بيجي في سن الناشئين بيطلع للدرجة الأولى يعني متأسس ما هو دل بيخلل حراسة مرمى محترفش يعني عندنا حراسة مرمى ممتازين في الدر ممتاز كتير بس ليس متأسسين خلينا نكلم صراحة يعني في أغلبيتهم مش متأسسين في منهم موهبين بس ناقصهم شوية حاجات لأن الحاجات دي يعني كانت منفورت يتعلم يتعلمه ان هو صغير لكن مشايدا نعلم واحد عنده مثلا فوق العشرين سنة ده يكتسب خبرات المباريات بقى انما ما يبقاش موهوب ما يبقاش موهوب ده بيبقى زي ما نقوله عنده خبرات عنده خبرات في الملعب ان هو دلوقتي يعرف مثلا ان هو يوفيين في الجون بيتحرك ازاي دي بتيجي من خبرات طب هروح الاسي في بتاع حضرك وانا ما اتفرج لقيت برضو اشتغلت مثلا مع حارس مرمى في اغاندا اوريانجو اعتقد اشتغلت ودربته في اسي بي محترم لأندية مصرية انت روحت المجال ده اصلا ليه والله انا كنت حارس مرمى طبعا لعبت في كذا طبعا منهم نادي الزمالك وانادي الجهازك وشرياء الدخان لعبت في كذا فانا كنت حابب الموضوع ده بس انا برضو بدأت بدأت لاعب في الاول بدأت حابب ان انا بقى لعب بعد كده حبيت حارس المرمى بصراحة فحارس المرمى دي يعني كد بالنسبة لي وبعد حبيت التدريز بقى اعتقد والدراسة في موهبة أنا حبيت بعولي حارس المرمى من كتر حوبة فيها لا قلت لقد لازم اكمل فيها انا حريك أصلا اداب انجليش ためين القطرة talking اكيد فانت دارس فحاستكمل في السلك الاكاديمي اكتر انا اداب انجليش فليقيت نفس ان انا حريص المرمى لا انا حابب ان اشتغل فيها ووحب ان ادارس فيها وحاب ان اتعلم فيها فبصراحة سجديت في الموضوع ده جدا وخدت دورات وخدت كرسات واخدت دورات من الاتحاد الافريكي وإن شاء الله هاقل برضه من التحدي الأسياء بإذن الله وتحدي الأوروبة إن شاء الله في الأيام للفترة الجاية إن شاء الله طب قبل مروح التجربة أوغندا خلينا في التجربة المصريحة هيكروح تلنادي الترسانة أعتقد وجولدي ده برضه كان في قطاع الناشئين يعني أنت مهتم بالناشئين ولا كنت في الفريق أول أنا أدربت براعم وناشئين وفريق أول التلاتة أه يعني أنا برضه أنا أمتع بالنسبة لك أولي في حس أن أنا فعلا بعمل حاجة هو الأمتع البراعم بس أصعبهم أصعبهم طبعا لأنها سن تعليم يعني هو سن تعليم وهو أمتع حاجة فيهم بس أصعبهم الناشئين والفريق الأول إلى حد ما يعني التدريب فيهم بيبقى سهل لأن خرص الحرس المرمى خلاص هو تعمل يعني في الناشئين وفي الدرجة الأولى يعتبر حرس المرمى خلاص هو تدرب وفهم وبتاعه ده يزا تأسس من الأول يعني فالبراعم ممتعة جدا لكن صعبة جدا للأسف أحسن مدرب حرس المرمى في مصر مدار سنتين وربعض ده أعتقد مسؤولية زيادة أولا وصلت لها إزاي ثانيا المسؤولية بقى هتوديك فين والله أنا بكتهد على قد مقدر والله أنا بحاول أن أنا الولد يعني سواء في سن البراعم أو سن الناشئين أن أنا أبعض معاه أهم حاجة يا سيد أحمد لازم نتكلم فيها الحالة النفسية للطفل أو الناشئ دي أهم حاجة حرس المرمى في سن البراعم لما يخش فيه هدف الولد بيعايد فأنا لازم أعالجه يعني أكلم معاه وعالجه نفسيا أنه هو يعني ما يخشش فيه هدف عادي يعني في الفترة الجاية أنه أنه أنت هتصلح الهدف ده ومش يخش فيك تاني وهيبقى أفضل وتبقى أحسن تبتشغل شغل نفسي هنا أكتر الشغل النفسي بتاعي هو في السن ده نفسي أكتر هو اللي بيوصلني اللي أنا أعوز هو اللي وصلني لأفضل مدارب حرس في السنتين يعني شغل النفسي مع الأولاد مع الأولاد أنا بلعب عندي في الفرقة أربع خراس في كل ماتش بلعب اثنين يعني دي حاجة ما بتحصلش شغل أول شغل تاني مثلا أو حسب التوقيتات اللي اخترار لا أنا بلاحب مثلا نهاردة مثلا ولد بيلعب شغل أول وولد شغل تاني ماتش اللي بعديه ولد تاني شغل أول وشغل تاني بعد كده ببدأ برضو حارس منهم أول وتاني عشان ما بيبقاش إن فيه حارس أول وتاني وتالت ورابع الشغل النفسي ده هو يعني أن اللي أربع عندي زي بعض اللي أربع عندي زي بعض والأربع بيأخته جراءات تدريبية واحدة بس أكيدahu farmers ههgenommen الجراءاء تاني وكان يجبين فيه أحد أفضل الم esté alt ويعي أشعر builder أنتو الأربع زي بعض أنتو الأربع أحسن أربع موجودين عندي الشغل النفسي هو اللي أوصلنا الذي أنا لا أعاوصه الشغل والأنفسي مع سواء الفتبرعة أو الناشئ أو الفريء الأول بيوصل المدرب الذي عايزه نسبه 90% كابتن في نادي الزمالك في ناشئين تدريب حراسة المرأة أنا بدأت من 2012 لغاية الآن طب ليه نادي الزمالك ما استعانش بالخبرات اللي كابتن أحمد طلعها من البراعم وبيروح مش نادي الزمالك بس على فكرة شو ما سمسكيرش وبيروح نوى يجيب لعيبة محترفين في حراسة المرأة مبارمة أكيد عنده في الناشئين ناس كويس احنا عندنا في الناشئين احنا عندنا عمر صلاح من حراسة الممتازين جداً محمود عبدالموسي بالحكم في نادي الإسماعيلي عندنا حراسة في الناشئين كويسين جداً فترة جاية أنا أقول لحضرتك أنه من البراعم كما هنعتمد عليهم في الفترة جاية ياتلين عنها حراسة في البراعالم هينطلعون نزل لناشئين هنعتمد عليهم فترة جاية هينش عايزين حراسة المرأة على فكرة نشتريأهم خلص نادي الزمالكização عائد معsized فرسة المرأة لما كانش عايز حراسة المرأة كان عنده حراسة المرأة خلاص، هو يتدرب دلوقتي مع الفريق الأفضل هل يعمل إيه في ثلاث حراس مرمى من عائل السقيل؟ هطلع معهم حد ربع إزاي؟ والله يعني أنا شايف أن الفترة الجاية في المستقبل الرابع ده هيطلع في المستقبل هو دلوقتي فيه محمد صبحي موجود من اللي هو الحرس الرابع لا، ده فيه حراس برضه وما يقلوش عن محمد صبحي موجودين في تسعة واسعين عندنا فيه اثنان حراس ممنتزد جداً فيه ألفين في ألفين وواحد فيه ابن كابتال نادر السايف عفين وثلاثة أحمد نادر السايد من حراس الهيلين جداً برضه وأنا يعني أنا أتمنى أنه يققي أفضل من والده كمان فعندنا حراس الفترة الجاية نحن مش عايزين حراس مرمى تعاد معهم لا إحنا عندنا في الناشئين حراس الهيلين جداً طيب خلينا نروح بقى للي زي ما بدأت معي قلت لي فيه حراس مرمى مصنوعين وفيه حراس مرمى مهووبين مين من المصنوعين الأول؟ في الدوري؟ يعني هنتكلم مثلاً على النادي الأهلي شريف إكرامي حراس مرمى نص موهوب ونص مصنوع يعني إيه نص مصنوع ونص موهوب؟ يعني هو عنده الموهبة مش كاملة الموهبة كابتن إكرامي جابه طبعاً كابتن إكرامي ده وحش أفريكي طبعاً جابه وقعد يمرنه ويعلمه بتاعه فهو ده يعني الحد ما هو عنده نص موهبة ونص صنع الموهبة بتيجي أن الحراس المرمى خلاص يعني يعني وافجون عارف هو واف من غير ما يبص وراء يعني هو دلوقتي مسلاً عايز يعرف هو واف في نص الجون حركات رجله مصبوطة، أفاته مصبوطة، طلعاته مصبوطة لكن الحراس موهبة مصنوع ده بيجي من التدريب بس يا كابتن ما فيه ناس يتفرق عليه تقول يعني هو فيه حراس مرمى مش يخش فيه جون فلازم هيقف، لازم هيقف غلب، لازم الحركة هتبقى غلب يعني أحسن حراس مرمى هنا هو موهوب ولا مصنوع إزاي؟ لا ده بيبان من التحركه تحت التارت خشبات وطلعه على الكرة العرضية والترايب بتاعه الترايب بتاعه سواء اليمين أو الشمال أو بيطلع بالإيدة العكسية الحاجات ده كلها بتبين الحراس ده موهوب والمصنوع مين تاني مصنوع؟ فيه عندنا برضو في نار الزمالك محمد أبو جبل حراس مصنوع جنش هنقدر نقول برضو إلى حد ما نص ونص محمد الشناو حراس موهوب موهوب؟ أحمد الشناو حراس موهوب بخلاف أخطاء أحمد الشناو حراس موهوب جداً بس أخطاءه ممكن تبين للمشاهد لأنه هو حراس مصنوع لما هو حراس موهوب؟ موهوب جداً كمان بيحتاج هلأ إذا يشتغل على نفسه؟ يعني أنت بتقدير رسالة لأحمد الشناوين يشتغل على نفسه عشان يدعم موهبته ولا بتبقى إيه اللي ناقص هنا؟ إنه هو لازم يبعد يعني أهم حاجة يركز في الملعب يبعد عن الجانب اللي برا الملعب أحمد الشناو للأسف من حراس موهوبين جداً بيطلع عليها بص بيطلع قرب إيدة العكسية بص البوكس اللي بيبان يعني اللي بيبان الموهبة بتاعته بيتبان حراس المرمة من أول نظر فرق لي كده يعني مثلاً محمد الشناوي حراس مرمى موهوب مكتمل الصناعة مكتنب التأسيس مكتمل التأسيس مكتمل التأسيس أحمد الشناوي موهوب ولكن ليس مكتمل الصناعة أو التأسيس فعلاً أنا فهمت صح كده؟ أه فعلاً من تاني من الأسامي؟ خلينا نقعه كده لجيل ورشوها وكابتن عسام الحضر إيه؟ ده كابتن عسام الحضر طبعاً الموهبة كلها ده كابتن عسام الحضر موهبة آه كابتن أحمد شبير نص ونص نص ونص كابتن أحمد شبير نص ونص مصنوع نص مرمهوب طبعاً كابتن إكرامي موهبة كاملة كابتن سبط البطل الله رحمه موهبة كاملة كابتن عدن مأمون موهبة كاملة كابتن حسين السيد موهبة كاملة محمد عبد المنصف ينقصها التأسيس أعتقد أو الصناعة كابتن نادر السيد كابتن نادر السيد يعتبر برضو نص ونص نص ونص كابتن نادر السيد برضو طوله تكوين الجسماني هو أنت دبلوماسي في تقول نص ونص بس أنا هشوف النص ونص ده مصنوع بيميل أكتر للصناعة كابتن عبد وحد السيد مصنوع مصنوع محمد عبد المنصف موهوب بيكمل لغد الوقتي 42 سنة ومع واضي الدجلة وبيكمل موهوب هو مين أحسن حرس موهور في مصر؟ محمد الشنوى مين أحسن حرس موهور في تاريخ مصر؟ كابتن عسام الحضري رجعت هنا في قرارك للأرقام أو للموهبة؟ والله كابتن عسام الحضري الأرقام بجانب الموهبة لكن الظروف بتاع كابتن عسام الحضري ساعدته خلينا نتكلم بسرعة ممكن نقول كابتن سواط البطل وكابتن إكرامiin وكابتن عقد المأمور لكن يمكن للش황 biritu هما يحبوا فيها الظروف مزيد الوقتي كابتن عسام الحضري ل специال الموهبة لا الظروف سعادته كتير قوي كابتن عسام الحضري يعني يعتبر لنجومية ه من 2006 لكن كابتن عسام الحضري بدأ من كتير يعني لنجوميته من سنة 32 سنة كابتن عسام الحضري اللي خليه يكمل في الكورة اجتهاده بجانب الموهبة اجتهاده كابتن عسام الحضري إنه يفضل لغاية سن العربية و اربعة مين من الموجودين دلوقتي يحترف؟ محمد سلاح حرس المنمرب آه محمد الشناوي محمد الشناوي آه يعني شايفي إن محمد لازم يحترف محمد لازم احترف الفترة حالية ناد الاهلي أنا ميجب و ای interpreت اوروبا ول دول العربية محمد الشناوي جالوا عرض بس ناد الاهلي قال لك إن شايف إن العرض ليه مش مناسب لمحمد الشناوي الاقول ناد الاهلي ثلاثل ناد الاهلي خرجوا بقى خرجوا خليه يتحرك وإذا محمد صلاح ما مبدأش عدول لفرقون عندنا خرص مرمى صغيرين فيه محمد صبحي حرص منتخب أولمبي ومحرص ناري الزمالك لا نخرجه يحترف ينفع يبقى يحترف عمر صلاح نفس الكلام فيه محمد محمود جد حرص مرمى نادي أمبي فيه محمد فوز حرص الإسماعيل يدروح كلهم خرص صغيرين جدا لا يقدروا يحترفوا من دلوقتي لأنهم سنهم من 22 و23 سنة كابتن أحمد صلاح اللي فاتكم وبعد ما الناس شافت دراستك وموهبتك هتركز معاك فهتقم مستنية إن شاء الله المنتج اللي هيطلع من تحت إيد كابتن أحمد صلاحنا وورد صباح الورد ودايما متقلق كده ودايما موجود معنا يا رب إن شاء الله والله أسرح ما دعنا لا شرف أنه كنت موجود مع حضرتك النهاردة وصباح وورد على حضرتك ويعني برنامج جميل يعني ودايما مفتقل ربنا خليك كل شكر لي خلصنا حلقتنا النهاردة ولكن بكرة في نفس ما عادنا إن شاء الله من صباح الورد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة